نادي الأهلي زي ما احنا كلنا عارفين وكل العالم عارف هو نادي القرن وهو أحد أبرز وأكثر الأندية شعبية في العالم أنا ما بتكلمش من فراغ وما بتكلمش إفريقيا بس وما بتكلمش في الشرق الأوسط بس شعبية الأهلي زي ما حضراتكم عارفين من التكلم عنه وهو موضوع فقرتنا ونستالجيا الأهلي اللي حضراتكم بتكون كمان الفقرة المحببة ليكم وفيه استفتاء لو حصل وأي استفتاء لما بيحصل على السوشال ميديا تحديدا بتلاقي لعبة الأهلي هم دايما اللي بيفوزوا فإيه قصة وليه شعبية الأهلي كبيرة كده وتكلم من زمان جدا وكمان زمان كان شكلها إيه وإيه اللي اختلاف عن دلوقتي كل دا حنتكلم فيه طبعا وحديدا النهاردة موضوعنا عن شعبية النادي الأهلي خلينا نرحب بيه زميلنا أنا مش هقول بقى ضيفنا وزميلنا العزيز الأستاذ محمد مصطفى مدير وحد التاريخ النادي الأهلي منجور وغيبة يعني بقالنا سنة منورنا طبعا طب ينفع كده فنة والله أبدا أنت عارفت نحن البرنامج دا كمان أكتر برنامج تلعت في في القناة بس زمان في أول آه لما كنا في السوديو القديم في الدقي وكده صباح الخير عليك أولا صباح الخير صباح الخير وموجودك معنا منورنا ومشرفنا ومستبشرين خير بقى أن احنا هنعرف من حضرتك سر هذه الشعبية وجمهرية الجارفة للنادي الأهلي من قديم الأذن أمتى بتدت تتشكل وتتكون وتتبلور وتوصل للي وصلته دا؟ طيب خلينا نبدأ من الأول كده آآ شعبية النادي الأهلي ما بنتهاش الكرة ككرة القدم أو البطولات أو الكلام دا هوات آآ أنت أول بطولة خدها النادي الأهلي كانت سنة آآ آآ زي السنة دي من 100 سنة آآ آآ فتسعمائة 23 يعني بعد 16 سنة من تأسيس النادي الأهلي آآ الشعبية جات من شيئين مهمين أول في الأساس أول حاجة إن في الوقت إلكت مصر فيها القندية آآ عبارة عن إما أنديت جاليات أجنبية أو أنديت هيئات بمعنى وأول نادي تقريباً كالنادي الجزيرة 1982 82 في نفس سنة الاحتلال الإنجليزي لمصر في تسامبر بعدها نادي سبورتنج 1800 حدك تقصد 1800 82 82 تسامبر 1982 مع الاحتلال الإنجليزي معرفان الإنجليزي بعدها نادي سبورتنج 1890 والاتنين اتعاملوا للزباط الإنجليز يمرش فيهم رياضة بعدها كان نادي التوفيقية للتنس برضو نادي الإنجليز اللي عملوه وبعدها خنف نادي بورفؤاد كان اسمه سكربيه ونادي ونوادي بقى ده كان في بورسعيد وأنديها في اسكندرية وأنديها في بورسعيد كان موظمها فعلا جاليات جاليات أجنبية عمل الفحم كان اسمه هسبيريا كان عمل الفحم اليوناني اللي بيموينه السفن كمان كان بيبقى نادي هيئات السكة الحديد كان اسمه هوكيب أولئي اللي عاملينه المهندسين الإنجليز أو المفاتيشين نادي الجمارك الموظفين في القلوم وهكذا فتقدر تقول ما كانش فيه نادي من المصريين يعني معنا نادي عش معمول أصلا يعني يكون سبب نشأته أن المصريين يمارسوا الرياضة مفيش عشان كده كان اسمه النادي الأهلي مستقع أو منتخب من فكرة الأهل أو الأهالي كدليل على أن ده نادي وطني الوطني لأن حتى كمان كان زمان بيسموا المنتخب الأهلي كان زمان بدل الوطني أو القوم بيتقالي المنتخب الأهلي ده مرادف نفس معنى الوطني وكمان يمكن ده سر حاجة صغيرة برضو بيزاوي أن طبيعة نشأة الأندية في مصر كانت مختلفة عن العالم تقريباً العالم كله من حيث أن العالم كله نادي كرة قدم أو نادي باسكت أو نادي فيه لعبتين ثلاثة زي برشلونة بس الأساس كرة قدم وكمان فكرة الأعضاء اللي فيه أعضاء زي مساهمين أعضاء زي لكن مش نادي ابتماعي وأعدات وكلام ده كله فكرة وجود نادي الجزيرة لأعضاء ونادي سبورتينج معمول هنا كده على غير طبيعة الأندية اللي في إنجلسيرة اللي معمول عشان ناس تقعد فيه ألطاقي فيه الإنجليز والجليات ومن هنا بدأت فكرة لما أنت عملت النادي الأهلي يمكن لو ما كانش فيه احتلال كان نشأ بنفس الطريقة فكرة نادي رياضي فقط لكن لطبيعة أن إحنا أنت تعلم منين ما أنت ده اللي أنت قدامك أو ده اللي أنت بتشوفه فأصبحت الأندية في مصر الاجتماعية الرياضية طيب في الوقت ده لما أنت جت فتعاملت النادي كان أساسك الطلبة معمول عشان خطر طلبة المدارس العليا لما يتخرجوا هيروحوا فين؟ أنت كنت أصلا مصطفى كامل وعمر لطفي لما تعمل نادي المدارس العليا عشان خاطر كان مصطفى كامل بيقولك فيه كافة خطبه ضد الاستعمار وما إلى ذلك طيب الطلبة ده هتتخرج هتروح فين؟ فجاءت الفكرة عنده عمر لطفي بإنشاء نادي رياضي عشان خاطر الطلبة دي هتطلع خلاص انتهى موضوعهم مش هيصبح عضو في نادي المدارس العليا فلازم هيكون لهم مكان فتعامل النادي الأهل ومع دخول الطلبة كان فيه كمان أنت عملت حاجة للموظفين بتاع الحكومة المصريين فتا طبعا قدامنا عمر لطفي ده المؤسس الرئيسي صح بالفكرة طبعا فانت عشان خاطر أصبح عندك نادي معمول للطلبة والموظفين المصريين بتاع الحكومة فقط لغير فبالبداية كده أصبح عند الشعب المصري نادي للمصريين فقط دي كانت بداية اني أصبح يعني دي لوحدها دخلت في الوجدان الشعب الحاجة التانية بقى كمان عمر لطفي نفسه كشخصية عمر لطفي جاب من ألمانيا كان بسافر كتير لأفرنسا والدول الأوروبية فكرة الجامعيات الزراعية والتعاونية للفلاحين كان الفلاح هنا بيعاني من المرابين ويعاني من حاجات كتيرة جدا جدا كان محدش كان بتوالي شهون الفلاح المصر وكان بيعاني كمان من الربى الفاحش للبنوك وبنوك التسليف الأجنبية قبل بقى طبعا قولين لإصلاح الزراعية لا 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 ده الكلام ده بتتكلم حددتك في 1904 وخمسة وستة وسبعة في مطلع القرن العشرين ده كان لسه بدري ده مع وديك في نشكة النادي فلما تعامل النادي الأهلي هو كان كل فترة بيروح يفتتحوا جامعية زراعية أو أو لقابة زراعية في إحدى محافظات مصر فكان بيقول لهم أنهم يعملوا نادي في المكان نادي للمصريين في المكان وكان عمر لطفي دايما هو المدعو رقم واحد أو ضيف الحفل الرئيسي في احتفال الأندية دي فتفاجأ أنك أنت من سنة مثلا 1907 أو 1929 غدا سنة 24-25 عمر لطفي في مدى 1911 استمر ده أنك أنت كنت متلاقي أندام اسم الأهلي في كل محافظات مصر يعني في أسيوت في المينيا في الزأزيق في بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية كل محافظات مصر وما تسمتش الأهلي بس عشان ده النادي الأهلي لا هي الفكرة أنه ده النادي الوطني أو النادي اللي هو القومي فالفكرة جات من هنا فمن هنا كان اقتداء بالنادي الأهلي الكبير اللي في القاهرة لدرجة أنه هو في إحدى الصحف كتبت أن يفتتح النادي عمر لطفي رئيس النادي الأكبر في مصر هو ما كانش رئيس النادي هو كان المؤسس ولكنه كان بيعامل على أنه هو رئيس الأهلي أو هو كبير فكان دايما أول ما ينزل الزأزيق وده تذكر في صحف الفترة في هذا الوقت عفتك لصحف الشعب وصحف كثيرة جدا في افتتاحات الأندية دي في الصعيد وبحري كان لازم عمر لطفي يكون الضفر الرئيسي هو اللي يفتتح هذا النادي تخيل بقى أنت في الفترة دي مع افتتاح النادي الأهلي الرسمي في 1907 تكون لك هذه الشعبية الكديرة اللي هي جاية من نشأة وطنية فقط ما لاش دعوا برياضة لسه ما مارستش أي حاجة ما اشتغلتش في أي حاجة ما عملتش نشاط رياضي بحيث أن يخش جماهير وتحتفل بالنادي الأهلي يعني الشعبية دي اتواجدت من منطلق وطنية النادي صح كده؟ ده الأساس وكمان أنت لما تعمل جماعيات زراعية للفلاحين وتخرجهم من سيطرة المرابين الأجانب في التوقيت ده ويعملوا نادي فبيرجع دايما الفضل للراجل اللي عمل ده والراجل اللي عمل ده هو المؤسس بتاع النادي الأهلي المصري هنا الشعبية وفي الوقت نفسه بدأت سنة 11 1911 اتعاملت أول فرقة للنادي الأهلي أول فرقة كبيرة كذلك كانوا بلعبوا خماسي وكلام ده في النادي الأهلي يعني قبل من 1900 وفتاح لغاية 1911 كانوا بلعبوا خماسي برضو في النادي الأهلي كان فيه كرة قدم فلما تعاملت الفرقة كانت دايما بتسافر تلعب في المحافظات كلها كرة فمن هنا جات شعبية مختلفة ما كانت شعبية بطولة ولا شعبية اللاعب الفلاني رقم واحد واللاعب الفلاني رقم اثنين والكلام ده كل فدي كانت البداية لشعبية النادي الأهلي نادي ظهر وسط أندية هيئات وشركات وجاليات أجنبية وأندية إنجليزية البداية الحقيقية تخيل أني أنت حتى على مستوى البطولة لما بدأت تتعامل البطولات في مصر النادي الأهلي رفض يشارك في العديد من البطولات بسبب أن الأجانب والإيجليز هم المسيطرين عليها بالكامل لدرجة أن كاس السلطان حسين الله ما بدأت الأهلي ما شاركش لأن كان التشكيل العام لللجنة اللي بتدير المسابقة أجانب مش مصريين منهم واحد أو اثنين مصريين والباية كله لما تاني سنة أو تالت سنة بدأت البطولة فيها 50-50 شارك النادي الأهلي لغاية ما بعد ثورة 19 ظهر شعار مصر المصريين فلا نعمل اتحاد كرة فقبلها كان في شوية دعوات لحاجات كثيرة جدا لكن ما تمتش لكن لما النادي الأهلي دع عليها عن طريق جعفر وليه كان وكيل النادي وفؤاد باشا أبوزا هو عمل الدعوة كان سكتير النادي الأهلي الأندية كلها جات النادي الأهلي وتم تأسيس الاتحاد المصري سنة 21 تعمل بقى الشعار بتاع النادي الأهلي ابتدت الجمايير تشجع باسم النادي دي مرحلة تالية لسه عايزين برضو نتكلم عن الفترة دي أكيد طبعا البداية بدأ تنظيم كاس مصري كان سماهة كاس التفوق بعدين كاس التفوق باسم الأمير فاروق لما الملك فؤاد أحدى اتحاد الكرة المصري كاس سماهة كاس الأمير فاروق بعدها تم عمل دور القاهرة وبعدها كمان عمل أهلي حاجة تانية بقى خالص دور القاهرة فقط ما هو اللي حصل ايه في الوقت في التوقيت ده ان المسافات الكبيرة بين المدن ساعتها ما كانتش الوسائل سهلة كده ان بقى الاتحاد يجيب اسكندرية طبعا فكان الاتفاق اللي تعامل الدوري في 3-4 مناطق خناة اسكندرية وارباح وعلى اساس ان في الاخر يلتقوا مع بعض الابطال ويقف بطل الجمهورية ما حصلش قاعد يتأخر فترة كبيرة جدا يعني دي ناحية الناحية التانية اللي اللي عمل حاجة تانية في التوقيت ده برضو ان هو سنة 22 اعلن انه مش هيلعب النادي الاهلي مع اي فريق بيمارس اي مباراة رسمية او ودية خارج سلطة اتحاد الكبرى المصري زي ما انكتل بحطة المباراة الودية بيتاخد موافقة من اتحاد الكبرى يعني انا مش هيلعب مع اي فريق هيلعب في بطلات مش تابعة لاتحاد المصري سواء رسمية او ودية وكمان النادي اللي هيلعب في البطلات دي مش هيلعب معا وكانت تم عمل اجتماع تاني في نادي الزراعيين في نقاط الزراعيين كانت موجودة اعتقد برضو في مكان قريب من مكانها دوت والان دية كلها رفقت الاهلي وكان يوميها في مباراة بين العباسية النادي العباسي كان موجود ونادي المصري الجور سعيدي والناديين اقروا بالاتفاق دوت وما لعبوش وتلعب وطلعب ماتش ودي وكان ساعتها النادي المختلط لازال تحت سيطرة الاجانب فهو الوحيد اللي كمل في السنة دي كان بتقام تحت سيطرة تحاد الكرة المصري كاس مصر ودور القاهرة فالمنظمين لكاس السلطان حسين شعروا ان الموضوع كده هيخسر لان كانت الكرة والجماهير هي المورد المالي الوحيد للفرق والانديين طب احنا لغاية دلوقتي بنتكلم على الناشة وبداية يعني الانتشار والجماهيرية احنا بس عشان الوقت ما يسر ناشة عايزين نفصل بقى محاديك للي احنا وصلنا له مؤخرا واصبح نادي الاهلي زي ما كانت ناودة بتتكلم من شوية بتقولك ايه مش بنتكلم من نادي الاهلي ليه شعبية جارفة محليا ولا حتى افريقيا ولا حتى على مستوى الشرق الاوسط لأ بقى نادي لما بيتقارن بيتقارن بريال مدريد ايه اللي حصل في نتج عنده التغيان ده والجماهيرية الجارفة دي النادي الاهلي حتى خارج حدود القطر المصري طيب انا بس كنت انا ليه استرسلت في الجزء اللي فات لاني دخل على منطقة مهمة جدا هي خاصة بشعبية الفرقة للقرة ليه الشعبية دخلت على القرة بعد كده فالاهلي لما عمل قرار بتاعه بتاع كاس سلطان دوت منظمين كاس سلطان قرروا انهم يتفقوا بعد حد الكرة المصري ياخد كاس السلطان كمان معه وتبقى هي البطولة الوحيدة اللي مشارك فيها الأجانب انت بتتكلم في كمية مواقف كبيرة جدا جدا داخلت من بلان الشعب المصري وهو بيقاوم احتلال انجليزي وهنا ده كان الاساس في الشعبية استمر الوضع ده لسنة الثمانية وعشرين كانت الشعبية في الوقت لالي اللعيبة مش للقندية بمعنى حسين حجازي نجم كبير هو له شعبية هو بمعنى هيتنقل من نادي الاهلي يروح السكة العديد يروح القيرة يروح المختلط الجمهور يروح يشجعه ما كانش فيه التزام بالاندية وكل اللعيبة كده كان فيه علي الحسن وتوفيق عبدالله لعيبة كبير كانت شخصانة المحبة يعني هي كانت كده تقريبا تقدر تقول ان سنة الثمانية وعشرين بدأت الشعبية للنادي لما تم ايقاف حسين حجازي وهيروح اخر السنة للمختلط لما توقف حسين حجازي وراح المختلط لسه مراحش اللي كان نلعب بعدها باربع تيام مع المختلط في نادي كاس مصر ظهر ان هو كان نجب بس يكون هو اللي يقود النادي الاهلي اللي فوز بكاس مصر على المختلط مختار التيتش جعل اللي مفيش جمهور يتنقل يعني الجمهور بقى اللي بتنقل على اللعيبة قال وبدأت شعبية النادي نفسه واخبالك تخش بقى على المنطقة التانية منطقة ان فيه لعيبة نفسها بعينها بدأت هي نفسها تعمل حاجة مختلفة يعني تقدر تقول في تاريخ النادي ليه فيه اربع لعيبة خدوا السوكسي التقيل او الجامد او عند الجمهور رايح جاي منهم للجمهور ومن الجمهور للنادي يعني صالح سليم خد جمهورية طغية طبعا طبعا صالح آسف التيتش الاول كان جمهورية طغية طبعا 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 رغم ان كان فيه موجود لعيبة كباركو في نفس الوقت صالح سليم كان موجود رفعة الفنجيلي وموتاوي وموتوتوتو بناس كتير لان يمرة اتنين يمرة تلاتة محمود الخطيب يمرة اربعة محمد او تريك اللعبة دي خدت خدت نجد شعبية جمدة جدا وفي نفس الوقت أثرت في الأجيال الصغيرة اللي طلعها صحيح وده زود الشعبية لما تيجي تلاقي النادي الاهلي بقى حوالي زيد عن تلاتين نادي في المنطقة العربية الوحدة باسم النادي الاهلي ده عدد مش قليل طبعا فيه أندية سمت عشان النادي الاهلي فيه محبين عرب سموا أنديتهم في الخليج عشان النادي الاهلي التاريخ ده لا تنسى ان المنطقة العربية قلها بكلم كاتش بمحتلة فلما يكون فيه نادي يطالع بهذا الشكل ده بياخد العيون بياخد الفكر بياخد دماغ انت النهاردة في المنطقة العربية تقريبا يعني انت لسه حتى يعني في الرعيات بتاعت النادي الاهلي اغلب فيه ناس كتيرا خليجية رغم أنك انت بقلك سنين طويلة تسمع ما عرفش نادي ايه أعلى في الخليج ما دي ايه أعلى ما عرفش ايه لم ساعة التطبيق اتفجأت ان لا ده النادي الاهلي برضو نمرة واحد مش حد تاني فالشعبية دي ما بيديش بس من فراغ وكمان بيقابلها عمل على الأرض بيقابلها عمل في نادي من زمان من أيام ما انت برأت برأتنا التسويق أو الرعايات من تقريبا من التسعينات وبعد كده جاء فاعد الكابتان حسن الحمدي زادت وزادت وبعدين المهندس محمود وبعدين الكابتان محمود الخطيب انت بتخش في عمل دقوب على الأرض لزيادة الشعبية أسلوب النادي الأهلي نفسه في مقابلته للأضايا والمشاكل مختلف عن أي ناس أضايا وطنية وهنا برضو لما يجي لما يجي ألاقي المنتج بتاعي بيحترم من إدارة النادي ولا يتم التقليل منه أو التسخيف منه وإذا حصل حتى بتحصل مشاكل في أي وقت كان زمان النهاردة في أي وقت بيتم الخروج بهدوء من غير محد صحيح انت بتلاقي الاحترام ما بتلاقيش مشاكل في النادي الآن النظام السيستم اللي ماشي عليه في الاتفاق على الرعيات والكلام ده كله سيستم بيحترم من كل الأطراف ده خش تاني بقى عندك انت روح تكسل عالم للأندية أنا بس عايزة قبل ما نروح للنقطة خاصة بالجزئين اللي كنت بتتكلم فيها دلوقتي أنا عايزة نروح ليه كمان الشعارات اللي تقالت عن بعض الأسماء العظيمة اللي انت دلوقتي ذكرتها واللي كان لها تأثير كبير جدا منهم طبعا كابتن صالح سليم وفكرة الأهلي فوق الجميع وملك الأهلي ملك اللي من صنعوه يعني على فكرة دي معالهاش الخطيئة معالهاش صالح سليم ويقال ان هي اتقالت عنه بس في شعارات برضو انتشرت بشكل كبير والشعارات دي وطدت العلاقة ما بين النادي وما بين برضو الجماهير يعني بتشوف ده برضو ازاي او لعب دور ازاي برضو في العلاقة القوية اللي دلوقتي حدد هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها موجودة بصة واللي كان حد الشعارات دي كلها طلعت في أوقات ما كانتش مرتبة لم يتم اختلاق الشعار يعني لما الصحف في سنة الثمانية عوشين تكتب يعني تفوقت المبادئ على البطولة لان الاهلي بقولك ماتش كاس السلطان حسين اللي حصل فيه ايقاف حسين حجازي كان جمعة يوم التالات اتوقف حسين حجازي الجمعة اللي بعدها كانها كاس مصر محدش فكر في البطولة اللي ممكن تخسارها وده اللاعب لقموحد في مصر واحسن اللاعب في مصر وكان بيطلق عليه او الكرة المصرية حسين حجازي فالصحف نفسها لدلت ان صحفة المصور كتبت او مجالة المصور كتبت جملة من من تلك كلمات تعليقا على ايقاف حسين حجازي كتبت وحدث ما توقعناه عبارة تقولك ان حتى الوجدان الاعلاني او الصحفي شايف ان ده اللي هيحصل انه زاهر عشان ده الاهل انه هيوقفهم مش هياخد مش هيكون في تفكير فانت مبدأ الاخلاق فوق البطولة ومبدأ فوق البطولة اتعامل عملي كل شعارات الاهلي جات نتيجة موقف ما طلعش حد يقول انا البطل انا كذا انا كذا لا هي طلع نتياج مواقف كلها حتى لما لعبت انت بالناشئين في 63 اول مرة لعبت في 62 في نهاية اخر ماتش في الدور في ظل غياب ثلاثة منهم صالح سليم لعبت تلاثة ناشئين ريعوا السياس وعلوا مطر وكسبنا لها لبنحضر يعني اللي هي جاي العب صحيح اه هي دايما مش دايما لازم تكسب ومش دايما تاخد موقف اخلاق ولازم تكسب بعدي مش هي لكن في الاخر القعدة فعلا المبادئ فوق البطولات والقعدة فعلا الاهلي ببنحضر والقعدة فعلا ان حتى شعار بعض الناس برقتلع في قصة شعارات دي ويحاول انه هو يوقفها لك ما يخليكش تقولها يقولك ما تقولش اهل فوق الجميع دي يا سيلي هذا الشعار انا مش افضل اشرح لك كتير ان هذا الشعار عشان انت فاهم وانا فاهم انما انت فاهم ده بس انت عايز تخليني ما قولوش بالزبط لا مش هيحصل وقالي فعلا فوق الجميع بس انا شايف ان حضرك يعني في مجمل تفضلت بيه كأسباب منطقية اللي وراء هذه الشعبية الطغية ما ذكرتش كثرة البطولات كعنصر مهم يعني واضح ان الشعباء دي ما كانتش مرتبطة او ما كانتش منطلقة من كثرة البطولات اللي بيحصل عليها النادي قد ما هي كانت منطلقة من دوافع اخلاقية دوافع وطنية وحاجات زي كده اه لانه الاساس اتعمل من زمان انت عملت اساس الشعبية من زمان انت حطيت اساس قوي جدا ومعدين انت لم تقصد انك تبقى النادي الاخصار الشعبية زي مقلت لك جميع ما هو فيه الالي تم بناء على مواقف على الارض المواقف على الارض دي هي اللي وصلتنا لكده وبناء على لما انت تعمل هذا الاساس من سنة 1907 يعني حتى الجمهور اللي راح شجع الاهل في نهاية كاس السلطان في 23 هو شجعه عشان بلعب دهنفر انجليزي كان لسه فكرة انا اروح انا كان بطلق على الاهليين حتى في الصحب في شهة الاهلوية واحنا اهلوية وانده كان لسه الفكرة دي لم تتعمق في بني اللي يشجع كورة ولما الاهلي كسب كان بلعب كان ملعب السكة الحديث ساعتها في بولاء ابو العلف بينه بنرجه حوالي 2.5 كيلو قريب يعني ما كانش لسه في مدينة ناصر الجمهور جيه مشي لغاية ما جيه عند كبرى قصر النيل كان مكان جامعة الدول وفندق الريتس كان موجود سكنات الجيش الانجليزي في الوقت ده وكانت هي مكان وافوا ده بيتفقوا ضد الاحتلال الانجليزي لمجرد اللي هلي كسب الانجليز يعني فكت الفكرة فكرة الاساس الطويل ده وعدين تقعدت من كام سنة انت بدأت 1907 ل52 ده كله ليك مواقف كتيرة جدا فتخيل شعب بيكامله واقف ضد الانجليز الاولوية عنده لو فكر في نادي يكون مع فكرة البطولة ولا فكرة المواقف الوطنية فتخيل انت من 7 2-5-5-4-4-2 سنة بقت خلاص في الوجدان صحيح سخت عند الناس واولادهم واحفادهم منتجاي بقى الغاتل نهارضة رائع جدا الله بص احنا عايزين نكمل نحن مستمتعين لك خلاص طريبا فاضل الاقل من دقتين انا عايز الدقتين الفاضلين دول حضرتك تحكي لنا حاجة معينة لو حتى عايز عن كاس العالم للأندي كذكرى ككواليس نرجع شوية الوارة فلاشباك هو طبعا فكرة العالمية احنا اعتبر دخلناها مرتين لعب في كاس العالم للأندي وكمان سنة 2014 لما خدنا كاس السوبر الافريقي اعتقد في فبراير مش متذكر اوي واصبح النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم فالنادي اسم نادي الاهلي بقى مسمع في العالم كل طبعا احنا عندنا احنا عاملين ارقام هيلة جدا في كاس العالم للأندي النادي النادي الاكثر لعبا احنا لعدنا كتير مشاركات اوكلاند سيتي النهاردة غير على فكرة برضه في نقطة اوكلاند سيتي خد مرة ثلاث عالم وعمل التاك ويس الناس مستهترة بالمضرع النادي اللي انا شفت مطشاط مطشاط نادي قوي جدا فيه مجوم كلها من امريكا الجنوبية يخوف يقلق قوة بدنية هيلة جدا جدا مهارات وبعدين نكسبوا في سكتهم دو البطولة تنت فرق من المكسيك وده انفرق المكسيك مستوى عالي جدا جدا ونعاني امامها اساسا لما فريق يطلع عالفكرة ده تاني فريق في تاريخ ابطال كونتكراف ما يكونش من المكسيك في فرق مرة افتكر من كوستاريكا اعتقد دي بوكتوفي سابريسا اعتقد من كوستاريكا وده الفريق التاني في تاريخ البطولة يعني مشوارنا مش حيبقى سهل مرات الناس بتفكر في رئيال مدريد احنا عندنا فريق انا اعتقد هو فعلا فعلا من وجهة نظريك الهلال السعودي اولو ده كان اهوم منهم نتمنى ان شاء الله خير بإذن الله ونقدر على الاقل ان شاء الله ان شاء الله ما نقلش عن النجازات اللي فاتت ان لم يكن احسن كله جايز يعني ما فيش حاجة صعبة بإذنه على النادي نورتنا وستاذ محمد شكرا لحضرتك شكرا لك لازم نسعد بوجودك معنا مرات ومرات عشان تاريخ النادي الاهلي ما ينفعش يتحصر في فقرة ابدا نحن ما نتجي من ايام على بعضها بنشكر حضرتك على وجودك معنا نحن نشكر طيب احنا عن طلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في ثالث فقراتنا الحوارية يا فقرة طبية مسجلة نورتنا من خلالها دكتورة ايمان المرجدي ومتاحنا معها موضوع او ملف يهم كتير جدا ملوكو خليكو ما